كل يوم أربع بيشرفني زوجين واحد منهم بيكون مصري والتاني من جنسين إيهاء تانية وبصراحة من خلال الفقرة دي قدرت أتعرف على ثقافات وعادات بلاد كتير وسمعت قصص ارتباط مختلفة فيه اللي تعرفوا على بعض من خلال الشغل وفيه اللي تعرفوا على بعض بالصدفة سبحان الله جمعتهم وفيه اللي تعرفوا على بعض من خلال جروب على الإنترنت ما نكرش إن فيه حاجات كنت بستغربها لحد معرفت قصة ضيوفي النهاردة وبطلت أستغرب لأنها بصراحة أعجب من العجب واللي يعيش يما يشوف ضيفي الأستاذ محسن كان رافض الجواز تماماً لحد سن 59 سنة ولما قرر يتجوز قرر يتجوز ألازرينا يانكوفا بيشلوفا أنا عارفة إن نطق الاسم شوية صعب وعطة تمرن عليه كثير الحقيقة هي من بلغاريا لحد هنا ونقول عايزي قصة طبيعية بس أحب أقول لحضراتكم إن الأستاذ محسن مش بيتكلم بلغاري وسيدة حرمه مش بتتكلم عربي خير خفيف قوي كم كلمة كده واللي اتنين مش بيتكلموا لغة مشتركة بس الحمد لله بالرغم بإن ما فيش لغة مشتركة لكن الجوازة مكملة ومبسوطين بقى لهم ثلاث سنين وإن شاء الله تكمل العمر كله أنا أعرف كل التفاصيل دلوقتي مع ديوفي اللي مشرفيني في الستوديو الأستاذ محسن سعد أهلاً بحضرتك معنا أهلاً بحضرتك كيفاني والأستاذة ألازرينا بنكوفا أهلاً بك أنا بنتهي الاسم صح؟ لازرينا ينكوفا بشلوفا لازرينا ينكوفا بشلوفا ده اسمها واسم الأب والجد ده بام صح كده؟ يعني نقول لازرينا ده ده كده بناديها باسمها يعني عادي كده ازايك لازرينا من ورانا؟ شكراً كتير كويسة بتعرف ايه كم كلمة عربي؟ عربي اه بتتكلم عربي أنا بقيت مدرسة دلوقتي يعني عربي كلمات طبعاً مش كاملة بس بدأت تتكلم عربي وبدأت بدأت تحفظ حاجات عربية هي حبة يعني هي حبة انها تتكلم عربي آياتلي ما تكلمنيش حتى لو الكلام البلغاري آياتلي ما تقوليش بلغاري انت بتعرف بلغاري؟ حاجات بسيطة برضو برضو طب ازاي عايشين مع بعض ثلاث سنين ولا انت بتعرف بلغاري كويس ولا اي بتعرف عربي كويس؟ بتتعرف له ازاي يا عم؟ احنا كان المبدأ اياتلي انا عايشة في مصر انا عايزة تكلم عربي ثم انا عايشة في مصر لما تسافر هناك هحفظك زي ما انت حفظتني العربي هحفظك البلغاري هناك بس ده ابسط الكلمات يعني ممكن اتنين يبقوا عايشين مع بعض ما بيعرفوش نفس اللغة بس يعرفوا او لأ ياس ونو سهلة هي ده هم اللي عرفوا ان بلغاريا نا؟ 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 لأ؟ ده يعني آ؟ ده 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 يعني لأ شفتم؟ نا ده يعني آ؟ العكس يعني يعني تاني آه بلغاريا بلغاريا ده 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 يعني ده دي بصوا اقولنا ده دي يعني ايوة ايوة ده وني يعني لأ ده ده بتقولك ده يعني آه حاطة كلامك صح ايوة كلامي صح يعني طب ازاي كده ده حتى الاول لا بالعكس ما بتتلخبطش وانتوا بتتكلموا انا بدأت احفظ بقى بدأت احفظ حاجات من اللغاتها لاني بتعامل مع رايبها والعيلة انتوا كمان داخل في العيلة كلها وما حدش بتكلم انجليزي او عربي لا بسيط الانجليزي انا انجليزي بسيط وهي انجليزي بسيط فبتمشوا حالكم طب احنا الحمد لله الحمد لله النهاردة معنا استاذ طارق يعني انا برحب به هو المترجم اللي معنا في الستوديو النهاردة وبيتكلم بالغالي طبعا وعربي فحتقدروا تسألوا بعض الاسئلة اللي انتوا كان نفسكم تسألوها البعض